السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات كيف ما لحظتوا في العنوان فقد نستمروا في مواكبة قضية دنيا باطمة في هذا الفيديو فعندي لكم معلومات المهمة ومهمة جدا ولي كتحيي ذكرى وفاة ويئام الدحماني أو لموضوع وفاة ويئام الدحماني وارتباطه بدنيا باطمة هذه المسألة إخواني أخواتي والتي تفجرات منذ 48 ساعات من بعد ما تنشرات معلومات جديدة بخصوص هذه النقطة الوفاة ويئام الدحماني وكل الشكوك والغموض اللي كيحيط بهذه الوفاة الغامضة في شقها يعني البعيد على المعلومات اللي كانت خرجتها السلطات الإماراتية ففي هذا الفيديو إخواني أخواتي فغاد نتكلموا على واحد الإجراء اللي ربما قررت العائلة دي الويئام الدحماني الله يرحمه أنها غادت تاخده مشي في حق دنيا باطمة وإنما من أجل يعني تحقيق في هذا الملف فمعلومات تفيد بأنه من بعد ما انتشرات بعض المعلومات جديدة بخصوص هذه الحادث حادث وفاة ويئام الدحماني فالعائلة قررت أنها غادت تطالب من السلطات الإماراتية أنها تجدد التحقيقات في هذا الموضوع موضوع وفاة ويئام الدحماني هذه المعلومات هي يعني معلومات اللي استفزت العائلة معلومات اللي انتشرات ومصادرها يعني مجموعة دي المصادر عربية بالدرجة الأولى والتي تناولت معلومات جديدة بخصوص هذا الملف الملف إخواني أخواتي وكيف ما كتعرفوا يعني في القناة ديلنا وبالدبط يعني في هذا المصار ديلنا بتغطية يعني كل أحداث المتعلقة بدون يا باطمة منذ تفجر يعني هذه الأحداث المستجدة في ملف حمزة مومبيبي وأيضا القضايا الجديدة اللي متعلقة بدون يا باطمة فاتطرقنا في هذا المصار هذا تطرقنا وخصصنا وحد الحييز كبير من الفيديوهات لصالح هذه القضية ديال ويئام الدحماني وقمنا يعني بمجموعة ديال التحليلات وقمنا بحد تحقيق الموسع وكبير وكبير جدا ورجعنا إلى يوم وفاة ويئام الدحماني واشنه هي الأدلة اللي وصلت لها السلوطات الإماراتية وقارنا يعني هذه الأدلة مع المعطيات الزمنية فين كانت تواجد دون يا باطمة وقارنا يعني كل تلك المعلومات وأيضا حتى التحقيقات الجانبية اللي كانت تقامس بها مجموعة ديال المواقع والمنابر الإعلامية العربية الإماراتية خصوصا واللبنانية والعربية بصفة عامة بخصوص يعني هذا الشق اللي مرتبط بعلاقة دونيا باطمة بوفاة ويئام الدحماني فتوصلنا إلى نتائج نتائج اللي كتفيد أنه هامش ارتباط دونيا باطمة وسوكينا غلامور وأيضا عائشة عياش ما كتعداش كونه أنه ربما هناك تستور تستور على بعض المعلومات اللي كانت ممكن أنها تفيد التحقيقات وتفيد السلطات الإماراتية في التحقيقات ديالها لكن هذه المعلومات واش هي مهمة بالضبط باش أننا توصلنا إلى نتائج فأنا غنذكركم يعني بالنتائج للتوصلات لهذه التحقيقات الإماراتية واللي يعني أفادت بأن وفاة ويئام الدحماني هي وفاة طبيعية ولا تدخل ليد بشرية في حديث الوفاة بحيث أنهم اعتمدوا على فحص الكاميرات وأيضا الكاميرات اللي كانت في الفندق ساعة تواجد ويئام الدحماني في الفندق وأيضا رجعوا حتى إلى الخبرات التقنية على الهواتف وما لقاوش يعني شيء أديلة أو اتصالات تهديدية تلقاتها ويئام الدحماني أيضا قاموا بإجراء قارنوا يعني وفاة ويئام الدحماني بالخبرات الطبية اللي خالصت إليها يعني الشرطة العلمية الإماراتية واللي إعطات نتائج كتأكد بأن ويئام الدحماني ما فيها شيء علامة خنق ومواكلة شيء تسمم وتوفات يعني بطريقة طبيعية نتيجة لسكتة قلبية هذا الأمر هذا يعني هو النتائج المحصلة ولا تحصيل الحاصل ديلة تحقيقات اللي وصلت لها السلوطات الإماراتية لكن احنا إبان مطالبتنا بالتحقيق وفتح تحقيق موسع في قضية ويئام الدحماني فطالبنا بشكل آخر طالبنا باش أن السلوطات المغربية بدورها تقوم بفتح التحقيق علاش لأن ويئام الدحماني هي مغربية الأصل مع العلم أنها مغربية إماراتية كذلك لأن الأم ديالها هي عندها جنسية إماراتية وهي تزادت يعني عندها بدورها الجنسية الإماراتية رفقة الجنسية المغربية اللي هي الأصل ديالها فطالبنا بالتحقيق علاش طالبنا بالتحقيقات موسعة وكنا طالبنا آنذاك باش أن العائلة ديال ويئام الدحماني أنها تخرج والطالب التحقيقات علاش لأننا شفنا كينو حد الإرتيبات لأننا في هذه الأيام شفنا بعض الخارجات الإعلامية اللي قامت بها ويئام الدحماني واللي عبرت فيها على واحد ضغط نفسي كتعيشه نتيجة لضغوط ديال العمل وأيضا ضغوط خارجية بسبب انتشار معلومات وإشاعات اللي كتمس الصمعة ديالها هذا الأمر اللي شكل عليها واحد ضغط نفسي اللي ربما يكون هو واحد السبب غير مباشر أدى إلى هذه الوفاة اللي طبييا تظهر على أساس أنها يعني وفاة طبيعية إلى ما قاموا الأطباء بتتبع يعني المصار ديال الأعطاء ديالجسد ديال ويئام الدحماني لكن نفسيا ربما هناك هذا العامل ضغط نفسي اللي مارسته بعض الجهات هنا هذه الجهات وش هي على علاقة بدنيا باطمة فأنا ذاك دنيا باطمة كانت هي في دوبي وكانت يعني غادة في المصار الغنائي رفقة عائشة عياش عائشة عياش كان عندها مصار آخر اللي مرتبط يعني بالملابس والأمور سوكينا غلامور موضيل والأمور أخرى يعني توجه كلها واحد وعنده توجه دياله لكن واش عنده شي علاقة مباشرة مباشرة بالوفاة هذا الأمر هذا مستبعد احنا ما زال بالفعل كان طالبوا يعني بتحقيق موسع تكون فيه يعني السلطات المغربية شاريك في هذا التحقيق وحنا يعني كان أيدو العائلة ديال ويأم دحماني إدامة خرجات وطالبات يعني بهذا التحقيق الموسع من أجل إظهار الحقيقة ديال الوفاة ديالابنة ديالهم لأننا رغم كل هذه النتائج التي توصلت لها السلطات ورغم كل شيء فآخر ما خالصنا إليه هو مطالبة ديالنا باش إدارها التحقيق من أجل طي هذا الملف بصفة كلية ومن أجل يعني إزالة الغبار وإناطة اللبس اللي كيحيط بهذا الملف اللي يعني يمكن نقولوا بأن السلطات الإماراتية كشفت على 70% من حقيقة الوفاة لكن ما زالوا حتى 30% كتخليوا حتى الشك عند المتتبع وأيضا حتى عند يعني العائلة ديال ويأم دحماني اللي ما زال ما وصلوش لهذه القناعة الكلية لأن بنتهم توفات بطريقة طبيعية على أي تبقى يعني علاقة دنيا باطمة إلى ما يعني تفجرات هذه الأمور أكيد غدي تم حد المساءلة وحد نوع من المساءلة أنا ذاك كنت طالبه يعني بالاحترافات أنها تكون صادقة وصادقة خدمة لتحقيق العدالة لروح الفقيدة ويأم دحماني إلى هنا جيت الختام ديال هذا الفيديو الختام ألكن أتمنى لكم إخواني أخوتي تماما بسحة والعافية والله يحفظت البلاد هديم وخير الختام السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر